أكد الأردن أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي تم التوصل إليه منذ عام جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية وشؤون المختربين خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا تزامناً مع انباء عن تعزيزات تمهيداً لعملية عسكرية تبدو شيكة في جنوب سوريا التقرير التالي والتفاصيل ماذا يجري في جنوب سوريا؟ سؤال تتحرى إجابته أطراف سورية وإقليمية ودولية بينما ينظر الأردن بكثير من القلق إلى حدوده الشمالية مؤكداً أهمية الالتزام بخفض التصعيد والسعي لتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة الدولة السورية معظمنا يريد حلاً سلمياً للأزمة السورية لا حل عسكرياً لهذه الأزمة لا بد من حل سلمي أجواء من التوتر أثارتها مؤخراً أنباء عن تعزيزات عسكرية من قبل الجيش السوري والفصائل المقاتلة في الجنوب إلى جانب حديث الرئيس بشار الأسد عن خيار التحرير بالقوة لحسم الوضع في المنطقة الجنوبية وإخضاعها لسيطرة الحكومة وفي ظل سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة على المساحة الأكبر من المنطقة الجنوبية يتحدث محللون عن توافق إقليمي ودولي لاستعادة الحكومة السورية لهذه المنطقة الاستراتيجية وسط مخاوفاً من مواجهة عسكرية تنظر بفصل جديد من معاناة السوريين وتلقي بظلال التوتر على الإقليم على صعيد آخر وفي تطورات ميدانية جديدة قتل 38 على الأقل من المقاتلين الموالين للجيش السوري في ضربة جوية استهدفت مواقعهم في محافظة دير الزور شرق سوريا واتهمت دمشق التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة بتنفيذها رغم نفي التحالف مسؤوليته عنها